مرحبتين فيكي سعودة فيكي هذا الياح والله يباهي سأخوها بكلثي نسبح فيها بشكشك على حكاية هنائية لا هادو شو هالأخرات لكي طب يتساموا بيبكي طب يتساموا بيبكي طب يتساموا بيبكي ما تجيب حاج ما اسمي ما اسمي خلينيك ممتزة تحيينيك خليك وانو أمك وان بخليك مالا خوني موسيقى في البداية أهني الشعب الليبي بمناسبة السنة الهجرية الجديدة نتمنى تعود بالأمن والأمان على بلادنا الحبيب طبعا افتتاحية المهرجان اليوم هي تطبيقة لتعليمات فقامة رئيس الدولة بافتتاح المهرجان الصيفي وان شاء الله ستنتقل هذه المهرجانات من مدينة إلى مدينة في دولة ليبيا ليبيا الحمد لله عمها الأمان والسلام والسياحة تحتبر هي الوشه الثاني للسياسة أو الوشه المستقر للسياسة الحمد لله ان شاء الله عندنا بعد هذا المهرجان عندنا مهرجان في مدينة لبدا ان شاء الله سيكون يوم 15 8 وندعو الجميع لي عبر قناتكم ووالله ولي التوفيق في كل مهرجاناتنا وشغلنا بإذن الله موسيقى 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 وموسيقى موسيقى ه موسيقى كأنك موسيقى احتتفال الموسم السياحي الصيفي لسنة 2023 طبعاً كان الحدث أننا نبقوا نعرفه على مدينة الريغاتا وكاننا برعاية وزارة السياحة وهي اللي اشتغلنا جروب نصقنا ونظمنا وكان مستهدف جميع من سيد فخامة الرئيس الوكالات ووزارات وعامة الموظفين في وزارة السياحة نبقوا نديروا لهم في بداية الصيف لمحة على هذا والله الحضور أولاً كنا نتمنى سيادة فخامة الرئيس يكون حاضر معنا بس للأسف طلع عندها شغل خارج ليبيا الوكالات بجميع صفاتهم الوزارات طبعاً أكيد جميع الوكالة والوزارة والأعيان وما خاصناش ناس معينة بالذكر باش ما نتلخبطش في أيوان شاء الله ممتنين إننا يكون صيف حلو وإن شاء الله يعمل أمن والأمان في بلادنا الحبيبة ليبيا أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم جميعاً وكما نرحب بوزارة السياحة وحضورها هنا في قرية سياحة المغرب العربي وطبعاً نحن السياحة الحمد لله في ليبيا عندنا أحسن أحسن سياحة أراه في جميع الدبل العربية لكن نتمنى ديما الله أفضل وديما الاهتمام بها وتكون كويسة 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 يعني عندنا طورات السياحية عندنا حاجات مناطقاترية عندنا حاجات كويسة يعني الأجياء المقادمة الجاية يعني حتى يستفادوا بها والطورات هذه اللي نشاهدوا فيها عبر اليدعات يعني كويسة هذه حتى يعني حتى للجانب يعني نستفادوا بها يعني هذه حتى الأجانب السوح الأجانب من جميع الدول اللجنبية والصراح يعني كويسة يعني حتى وزير المكان هذا مكان يعني كويس ومكان راقي ومكان باهي وهم شيء هم شيء يعني الصراحة نبه للاهتمام الاهتمام بالحاجات التراطية وحاجات السيحية وحاجات الأترية والصراحة هو هذا اللي بنعبر ونقوله والسلام عليكم ورحمة الله جميعا بخضرة غاباتها المنهامرة على المياه الأجنوزية مشاهد تتوانى وترصدها الروح اشتركوا في القناة وسط المناظر الأكثر روعة تنفرد بها صحراء ليبيا تتجلى في تمازج ألوان الطبيعة البكر وتناثر المرتفعات وعبر كتبان أباري تتجول العين وتزه النفس ويتدفث الأفق جمالا وبهاء وهو يعالب بانس جوحا باعتراف العالمي كموقع حضاري استثنائي عالي بتنوع فريد بين الشواطئ الرمية الحادمة وأخرى صحرية بكموح وأنا أمشي عليها أعتقد بأني بلقيس في هذه الرحلة هذا المحر الذي يقوم ترجمة نانسي قنقر